السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني الابتدائي في هذا الفيديو الجديد والدرس الجديد لمادة العلوم العام درسنا اليوم يا شباب كيف يمكنني أن أكل باعتدال أمامنا مجموعة من الصور ستظهر أمامنا هذه الصور يا شباب لطعام غير صحي يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والملح والسكر وهذه هي الوجبات السريعة تكون غير صحية وقلنا أنه يجب أن نقلل من تناول هذه الأطعمة حتى نحافظ على صحتنا نريد أن نعرف اليوم لماذا علينا الاعتدال في تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الدهون أو الملح هذه الأطعمة شباب إذا تناولناها بكمية كبيرة ما الذي يمكن أن يحدث لصحتنا؟ نأخذ مثالا الأول الوجبات السريعة إذا أكلناها بكمية كبيرة ما الذي تتوقعون يحدث؟ نعم صحيح الوجبات السريعة إذا أكلناها بكمية كبيرة يمكن أن تسبب لنا زيادة في الوزن وبالتالي تأتينا أمراض لا قدر الله مثل أمراض السكري والضغط وأمراض القلب وفي حال أتتنا هذه الأمراض تصبح صحتنا غير جيدة ولا يمكننا الجري أو اللعب أو ممارسة الرياضة بشكل طبيعي إذا يجب أن نأكل كمية قليلة من هذه الأطعمة حتى نكون بصحة جيدة المثال الثاني هي للأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر مثل الدوناتس والحلويات والكيك وهذه الأشياء ما الذي يحدث إذا أكلنا هذه الأشياء بكميات كبيرة؟ نعم أولا يمكن أن تصيب أسنانك بالتسوس ويصيبك ألم في الأسنان تصيب أسنانك بالتسوس من كثرة تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على سكر كثير ثانيا تزيد وزنك يصبح لديك سمنة وزيادة في الوزن وبالتالي تصبح صحتك غير جيدة المثال التالي بالأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح مثل البطاطا المقلية أو الشيبس هذه الأطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الملح يجب أن نأكل منها كمية قليلة ما الذي يحدث إذا أكلنا منها كميات كبيرة؟ ما الذي يحدث لصحتنا؟ تصيبنا الأمراض وارتفاع ضغط الدم ونصبح نشعر بالتعب من هذه الأطعمة إذا زادت عن حدها إذن يجب أن نأكلها بكميات قليلة حتى لا تتأثر صحتنا نأتي إلى هذا المثال يا شباب في الكتاب المدرسي صفحة 20 أي الأطعمة هو الأفضل للوجبة الخفيفة؟ إذا أردت يا شباب أن تتناول وجبة خفيفة بين وجبات الطعام الأساسية ما الذي تختاره إذا أردت تناول وجبة خفيفة بين طعام الفطور وطعام الغداء أو بين طعام الغداء وطعام العشاء؟ ما الذي يفضل أن تتناوله كوجبة خفيفة؟ هل تأخذ قطعة من الكيك أم تأخذ تفاحة؟ نعم صحيح نأخذ التفاحة لأنها صحية أكثر بينما قطعة الكيك تحتوي على كثير من السكر والأشياء الضر بالجسم السؤال الثاني أذكر أمثلة على أطعمة مناسبة للوجبة الخفيفة وأطعمة غير مناسبة للوجبة الخفيفة؟ في هذا الجدول للشباب نذكر بعض الأمثلة لأطعمة مناسبة أن أتناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية وأطعمة أخرى غير مناسبة كوجبة خفيفة الأطعمة المناسبة للوجبة الخفيفة عادة ما تكون من الخضروات أو الفواكه مثل التفاحة أو الموزة أو الخيارة بينما الأطعمة غير المناسبة تكون مثل الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة سواء من السكر أو الدهون أو الملح مثل الكيك والشوكولاتة وبقائق البطاطس إذن تعد الأطعمة التي تحتوي على كمية قليلة من الدهون أو كمية قليلة من السكر أو كمية قليلة من الملح الإختيار الجيد للوجبة الخفيفة عندما أريد أن أتناول وجبة خفيفة ينصح أن أأخذ أطعمة ليس بها كمية كبيرة من الدهون أو السكر أو الملح نأتي إلى هذا المثال في الكتاب المدرسي صفحة 22 السؤال الأول أرسم دائرة حول الأطعمة التي ينبغي أن أتناولها بكثرة في نظام الغذاء هل أتناول الصورة الأولى الحلوة أم الصورة الثانية الخيار المخلل الذي به كثير من الملح أم الصورة الثالثة الخضروات والفاكهة نعم صحيح نختار الصورة الثالثة الخضروات والفاكه لأنها طبيعية ومفيدة للجسم وتقيه من الأمراض بينما الحلويات بها كثير من السكر والخيار المخلل بكثير من الملح إذن لا يصلح كوجبة خفيفة السؤال الثاني يوجد ملصق يا شباب على الأطعمة اذكر كمية الدهون الموجودة على كل 100 جرام من هذا الطعام الملصق أمامك في الجدول المعلومات الغذائية لكل 100 جرام يريد نسبة الدهون كم جرام في كل 100 جرام الدهون في الجدول يوجد 7 جرامات 7 جرام من الدهون نأتي إلى هذا الدرس يا شباب نريد أن نصف آثر اتباع العادات الصحية الغذائية في الصحة بشكل عام هذه مجموعة الخضروات والفاكه أمامكم يا شباب ما هي فائدتها إلى الجسم؟ هي طبعا طعام صحي الصورة التالية لمجموعة اللحوم وهي أيضا طعام صحي والصورة الثالثة لمنتجات الألبان للحليب وطعام أيضا صحي نأتي إلى المثال الأول لماذا تعد هذه الأطعمة مهمة لصحتنا؟ أولا الخضروات والفواكه لماذا تفيد الخضروات والفواكه الجسم الإنسان يا شباب؟ لماذا تعد مفيد للإنسان؟ الخضروات والفواكه يا شباب تقيك من الأمراض تمنع عنك المرض تمنع عنك المرض لا يصيبك إن شاء الله الأمراض إذا تناولت كثير من الخضروات والفواكه في نظامك الغذائي إذن خضروات والفواكه تساعدنا على تجنب الأمراض المثال الثاني مجموعة اللحوم ما هي فائدة اللحوم لصحة الإنسان؟ اللحوم يا شباب تساعد على بناء العضلات ونمو العضلات فإذا أرد الإنسان أن يتمتع بجسم قوي وعضلات قوية يجب أن يأكل من مجموعة اللحوم مثل الدجاج أو السمك أو اللحوم إذن يا شباب تساعدنا اللحوم على بناء العضلات المثال الثالث يا شباب مجموعة الألبان أو الحليب الحليب يا شباب ما هي فائدته لجسم الإنسان أو لصحتنا؟ يساعد الحليب يا شباب على نمو العظام والأسنان والمحافظة على قوتها تناول الحليب يا شباب يساعد عظامنا أن تكون قوية ويساعد أسناننا أن تكون قوية إذن يساعد الحليب على نمو العظام والأسنان والمحافظة على قوتها نأتي إلى هذا النشاط للشباب في الكتاب المدرسي الصفحة الخامسة والعشرون أصل بين الطعام وأهميته لصحتنا أولا التفاح وهو من مجموعة الخضروات والفاكهة ما هي فائدته لصحة الإنسان؟ أحسنتم يساعد على تجنب المرض يساعد على تجنب المرض يمنع الأمراض هناك مثال آخر يمنع الأمراض ألا وهو الجزر لأنه مجموعة الخضروات أيضا يساعد على تجنب المرض الحليب يا شباب ما هي فائدة للجسم؟ أحسنتم يساعد على نمو العظام والمحافظة على قوتها وأخيرا اللحم ما هي فائدة للجسم؟ ينتازين يساعد على بناء العضلات هذه هي فوائد هذه الأطعمة لجسم الإنسان وصحة ننتقل إلى هذا النشاط أنظر مع الزميلي إلى الصور وأرسم دائرة حول المفردة الصحيحة غالبا ما يرتبط مرض السكري بزيادة الوزن أم بنقص الوزن؟ سنتم غالبا يرتبط بزيادة الوزن الأشخاص الذين يملكون وزنا زائدا يمكن أن يكون معرضين للإصابة لمرض السكري النقطة التالية يحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى تناول غذاء صحي بما في ذلك الفواكه والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل الخبز الأسمر أم رقائق البطاطس سنتم الخبز الأسمر لأنه يرتبر غذاء صحي بينما رقائق البطاطس لها كمية كبيرة من الدهون والأملح لا تصلح نقطة الثالثة يحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى المحافظة على الحد الأدنى أم الحد الأقصى من السكر والدهون والملح في نظامهم الغذائي سنتم الحد الأدنى يجب أن يقللوا من هذه الأطعمة الغير صحية نقطة تالية ينتج مرض القلب من تراكم الدهون على القلب وغالبا ما يرتبط بالنظام الغذائي الذي يحتوي على نسب عالية أم نسب قليل من الأطعمة الدهنية يمكن أن يرتبط مرض القلب أيضا بالنظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير أم القليل من الملح سنتم الكثير من الملح إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شباب وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله في الأسابيع القادمة شكرا لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته پاوراكاته